ونعى قادة الدول العربية والإسلامية والدولية المظفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أنهيان رئيس دولة الإمارات استذكرين مناقب الفقيد حيث أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن بالغ التعزية والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم وأكيدا أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في الإمارات أحزانهم من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة أخيه رئيس دولة الإمارات وأكيدا أن الأمتين العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه هذا وأعرب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان عن خالصي تعازيه وصادق مواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا أن سلطانة عمان تشارك الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في مصابهم الجلال وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أحر التعازي في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد مؤكدا أن الفقيد قدم الكثير لبلاده وأمته كما قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثان بن الحسين التعازي في وفاة المغفور له بإذنه تعالى رئيس دولة الإمارات مؤكدا أنه بهذا المصاب الجلال فقدنا أخا عزيزا وقائدا من جانبه يكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على أنه سيجري زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان وأكد معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف أمين عام مجلس التعاون أن العالم فقد برحيل الشيخ خليفة بن زايد قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا مشيرا إلى أن المغفور له ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون الخليجي إلى ذلك أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه البالغ لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان وأكد أن الفقيد كان شريكا حقيقيا للولايات المتحدة طوال فترة ولايته هذا وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون أن خبر وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أمر مفجع معربا عن تعاطفه مع عائلة الفقيد وشعب الإمارات من جهته عبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن حزنه الشديد لوفاة رئيس دولة الإمارات وأكد أن العالم سيتذكر مساهمات الشيخ خليفة بن زايد في المحافظة على استقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر